أطلقت الحكومة تنفيذ اتفاقها مع النقابات وأرباب العمل بشأن قانون الإضراب قدم يونس إسكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مشروع قانون تنظيمي رقم 97 نقطة 15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى البرلمان وأكد أن الحكومة لن تسمح بأي شكل من الأشكال بالمس بحق الإضراب مبرزة حرصها الكامل على التوافق مع مختلف الأطراف حول مشروع القانون في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أشار السكوري إلى أن الحكومة تسعى إلى التوافق والإجماع بشأن اعتماد القانون واصفا إياه بالحيوي والمهم أوضح السكوري أن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب المقاولات استغرقت 25 شهرا حيث تم إحراز تقدم مهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف وأضاف أنه عقد 30 اجتماعاً مع القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع مؤكداً أن الحكومة عازمة على المضي قدماً في إخراج المشروع بالشكل المتوافق عليه الذي يضمن حق الإضراب ويضبطه بالقانون في سياق آخر أشار السكوري خلال تقديم مشروع القانون التنظيمي حول حق الإضراب إلى أن المشروع يكتسي طابعاً مجتمعياً وتمت بلورته باحترام المقاربة التشاركية والجماعية مع اعتماد مقاربة يغلب عليها الطابع الحقوقي تأكيداً لالتزام الحكومة في هذا الإطار وأضاف أن الحكومة لن تسمح تحت أي ظرف بأن يكون للمغرب في القرن الواحد والعشرين قانون يحد من ممارسة الطبقة الشغيلة للإضراب مؤكداً أن هذا المشروع هو ثمرة عمل مستمر دام أكثر من سنتين تم خلالها عقد أزيد من خمسين اجتماعاً مع مختلف الشركاء أكد السكوري أن مشروع قانون الإضراب يوازن بين حماية حقوق الشغيلة ومراعاة الضرورات الخاصة بحماية الحق في العمل وتشجيع الاستثمار وأوضح أن المشروع الآن بين يدي المؤسسة البرلمانية وبإمكان البرلمانيين إعادة النظر في بنيته كما أكد السكوري أن الوزارة ستظل رهن إشارة المؤسسة البرلمانية والفرق البرلمانية لتقديم أي توضيحات وستواصل الحكومة النقاش مع النقابات بالتوازي مع العمل على إخراج هذا القانون في إطار التوافق واحترام حقوق المواطنات والمواطنين يتكون مشروع قانون الإضراب من 19 بنداً وتنص المادة الخامسة على أن كل دعوة إلى الإضراب خلافاً لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة كما يمنع أي إضراب ذو أهداف سياسية وفقاً للمادة سبعة يجب إجراء مفاوضات بشأن المطالب العمالية قبل اللجوء إلى الإضراب للبحث عن حلول وفي حال تعذر أو فشل المفاوضات يجب بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين أما في حالة الإضراب فإن المادة 13 تمنع على المضربين أرقلة حرية العمل أو احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها خلال فترة الإضراب ويعتبر مشروع القانون أن العمال المشاركين في الإضراب في حال حدوث توقف مؤقت عن العمل خلال إضرابهم لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية تمنع المادة 23 اتخاذ قرار بإضراب جديد للدفاع عن المطالب نفسها إلا بعد مرور سنة على الأقل وفي حال ممارسة الإضراب بشكل مخالف لأحكام هذا القانون يمكن لصاحب العمل وفقاً للمادة 26 أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر